النوع الثاني من البونز اللي هي الكوفيلانت بونز اللي هي الروابط التساهمية وروابط التساهمية غير العين البونز احنا قلنا فى العين البونز بحصل ايه؟ ترانسفير الكترونز هنا لا، بحصل شير كل الكترون في مكانه بمعنى ان كل آتم تساهم بإلكترون بمعنى ان كل واحد عنده إلكترون خاص به مثلاً يعني إلكترون انت عندك إلكترون تعالى نعمل شير مع بعض بالضبط اذا ما يكون عندك حاجة عايز زميلك يستفيد بها وزميلك عايز يستفيد بها حاجة ما نعمل انا اقدر اطلعها لك ولا انت تقدر تدهان اذا كل واحد يخلى حاجته عنده وفي الحالة ديت نقدر نستفيد من بعض ونعمل شيرينج للإلكترونز وعاماً شيرينج للإلكترونز أو الكوفيلان بونز بتبقى ما بين نون متل مع نون متل وذلك لنرى الكوفيلان بونز غير الايونيك بونز لايونيك بونز لدينا مثل مع نون متل لكن في الكوفيلان بونز تبقى نون متل مع نون متل الكوفيلان بونز لها نوعين يأما تكون Polar Covalent Bond يأما تكون Non-Polar Covalent Bond طيب Polar Covalent Bond يعني مثلا بتبقى ظهرات مختلفة يعني مثلا طبعا ننتل بس يمكن تبقى كربون وكلورين كربون وفلورين يعني مثلا الكربون ووكسجين ده Polar Covalent Bond الكربون مع الكلورين Polar Covalent Bond الكربون مع الفلورين Polar Covalent Bond لأنهم ايه مش متساويين في Electro Negativity مش متساويين في Electro Negativity طب لو أخذنا معا Polar Covalent Bond هتبقى لنفس الأطم بمعنى أنه هتلاقي عندك مثلا Molecule Hydrogen له بنفس Electro Negativity يعني متأسمن بالزبط الاتنين قد بقدر الزبط Electro Negativity لا يقدر يستقطب إلكترون نحيط قوي ولا الثاني يقدر يستقطب النحيطه بالزبط يبقى لأيه العملات لأيه في النص سينا يبقى إذن Molecule Hydrogen Non-Polar Covalent Bond كمان Oxygen Non-Polar Covalent Bond Neutrogen Non-Polar Covalent Bond يبقى إذن ايه؟ عرفنا Covalent Bonds وعرفنا كمان Ionic Bonds نكمل نكمل و Covalent Bonds يمكن تكون Single Bonds ويساهم فيها Two Electrons وهذا أقل حاجة عشان نقدر نقول ده Covalent Bonds أو يمكن تكون Double Bonds ويساهم فيها Four Electrons يبقى اثنين الالكترون من الأطم دي واثنين الالكترون من الأطم دي عشان يكون Double Bonds أو كد تكون كمان Triple Bonds وفي الحالة ده يساهم فيها Six Electrons Three Electrons من الأطم دي وThree Electrons من الأطم التانية عشان يكون لتريبل بون واشتكت له قدامي ده بيوضح لأهدا الشيري الالكترون أضع أطم وادا أطم كل واحد عنده الالكترون لكن موجود ممكن نعتبر هنا Two وين Two عشان يكملوا لي الالكترون وهنا Four Electrons عشان يقدر يكون Double Bonds وينهوة Six Electrons عاملين شيري عشان يكون لي الـ Triple Bonds Electro Negativity and Bonds Polarity علاقة السالبية الكهربية بالBonds Polarity كنا قلنا شوية ان الكوبلان بوند عندي Non-Polar و Polar كوبلان بوند وانه لها علاقة كبيرة بال Electro Negativity اللي هي السالبية الكهربية فبيقول لي اين هو في Non-Polar كوبلان بوند If two atoms in a كوبلان بوند are identical يعني عندي ذرتين متطابقتين متطابقتين يعني كاربون وكاربون أكسجين وكسجين ناتروجين ناتروجين نفس الاتوم بالظهر They have the exact same Electro Negativity عمتلا هاي بقلهم ايه نفس السالبية الكهربية فبالتالي Electrons shared equally يعني نفس Electro Negativity اللي عند الاتوم دي هي نفس اللي عند الاتوم دي انت عندك خمس دفاتر انا عندي خمس دفاتر انا عندي قلمين انت عندك قلمين انت عندك مثلا مكتب انا نفس الحج بنفس الصعيز متطابقين فبالتالي يكون shared equally between two atoms زي كده قلنا شوية الاكسجين شايفين هنا في الاتوم دي ادى اطوم الاكسجين ده ملوكيول طبعا ايه الاكسجين اه ادى اطوم وادى اطوم وفي النص هنا بالظبط ادى Electro Negativity ادى ادى ده بالظبط كمان الهيدروجين ادى Electro Negativity هنا ادى Electro Negativity بالظبط ما بينه في النص ده Non-Polar Covalent Bond بنلاعب ان في Polar Covalent Bond هتلاقي Electro Negativity One Atom بتزيد عن الاتوم التاني يعني الاتنين مثل بالظبط زي بعض بتلاقي واحدة فيهم بتزيد Electro Negativity فبالثاني بتبقى Polar Covalent يعني مثلا بيقول لي كده بيقول لي if one side of molecule لعنى جانب واحد من الملكيول more negative than other side بنعبر عنده Delta side بنحط عليه علامة Delta اذا كان positive او negative is used to show the partial negative charge يعني مثلا لو بصينا الرسمة لدي H2O هنلاقي ان الاكسجين عنده Electro Negativity اكتر بالتالي هنعبر عنها ازاي هنعبر عنها باننا نحط Delta positive هنا ونحط Delta negative على Electro Negativity بتاعته اكتر كمان لو بصينا للمولوكي ال HF هنلاقي ان Electro Negativity لل F اكتر من Electro Negativity من H فنعبر عنها بالسهم ده وبنحط هنا Delta negative وبنحط هنا Delta positive تعالوا نشوف ال Properties of Covenant Bonds البند order والبند length والبند energy كل واحدة فيهم قيمتها قدقية قبل ما نبدأ نشرحهم تعالوا نبص مع بعض كده لو أنا مثلا أنا واحد مع أنا حبل الحبل طوله مثلا 5 متر كل واحد شادد فينا الحبل من ناحية ممكن لو شدين الحبل مع بعض يقطع ولا لأنه ضعيف صح لأنه طوله طويل 5 متر طب لو أنا تناتي الحبل وصغرت طوله وعملت ضبل يعني عملت حبلين هتقو الرابط ولا لا الحبل هيقو لا أجل شد من ناحية ويشد من ناحية بقى أقوى شوية مع أننا قصرنا الحبل طبعا لو جئت عملت أكتر من كده وعملت 3 حبال يعني قصرت 5 متر وبدل ما عملتهم حبلين لا عملتهم 3 حبال وخلت كل حبل متر ونصف فرضا يعني بقى 3 حبال في الحالة دي لو أنا شديت من ناحية وهو شدي من ناحية الحبل أقوى بالرغم أنه أصير في من الحتة دي تعال ونشرح ونفهم أول حاجة بيقول هنا البوند أنا عند السنجل بوند وده دبل بوند وده تريبل بوند ده الحبل الفردي وده الحبل اللي زوجناه وده الحبل التالي حلو نحن نظر أن الأفرش بوند لنث طول الربطة نجد هنا في السنجل بوند الرابطة طويلة أقل منها شوية الدبل أقل منها تريبل حلو نجد أن الربطة السنجل بوند بأنها طويلة نجد قوتها الأفرش بوند انرجي انرجي لها أقل يعني 358 هيزيد في الدبل بوند الانرجي لها هيزيد الانرجي لها في تريبل بوند يبقى ينزم كل ما يزيد طول الربطة بيقل الانرجي وكل ما يقصر طول الربطة يزيد الانرجي يبقى هنا الكربون مع الأوكسجين نفس العملها الكربون مع الكربون اهو هذا طويل قال طول شوية اللينث معي كان اللينث قال شوية هنا الانرجي لأنها طويلة كانت لس او زادت في الض زادت في تريبل تعالوا نشوف الانرجي الانرجي نفس القصة بالظبط اذا طويلة طويلة الانرجي لها اقل زاد اللينث بقى 122 الانرجي عندي بقى مور بقى الانرجي سهلا trans and electronegativity علاقة electronegativity بال atomic size طيب قبل ما نبدأ الكلام تعالوا نشوف مع بعض لو أنا مثلا في طفل الطفل ده مع أمه والطفل بلعب حوالي أم لو الطفل ده بعد عنها مثلا مسافة 10 متر سهل ان حد ممكن يستقطب ولا بحيس ان هو يقول تعالى او يفقد الولد او يروح بعيد عنها صح لكن لو قريب منها بلعب حواليها بمسافة 0.5 متر يبقى هو قريب منها جدا يبقى من الصعوبة ان حد يختف او حد يوتو منها او يروح بعيد عنها لو أنا نمثل ها بالاللكترون الاللكترون إذا كان بعيد عن نيوكلس يعني سهل انه يفقد سهل ان الالكترون يطلع بينما اذا كان الالكترون قريب جدا من نيوكلس من الصعوبة انه يعني عايز مجهود او عايز الالكترون نيجاتيف اكبر عشان الالكترون يتنقل الى آتوم داني نفس الفكرة باللسمن الالكترون نيجاتيف والأتوم عايز كل ما يزيد الالكترون كما تكبر حجم الظرة في الحالة تقل لكن تزيد الالكترون نيجاتيف اذا صغر حجم الأتوم يعني هتلاقي في الاتجاه دان اول حاجة قبل انه قدرة الظرة و هل اكتساب الالكترون تزيد كل ما صغر نصف كتر الظرة يعني هنا واطل و بص يلاقي البريديكتيف بالشكل هنلاقي هنا يعني ان هنا الاتوميك سايز كبير في الاتجاه هذا بينما عندما نتجاه فوق نجد الاتوميك سايز صغير ف نجد الالكترون نيجاتيف هنا ستزيد لما يقل نصف قطر الظرة بالتالي يحتاج هنا الالكترون نيجاتيف لكي يفقد الالكترون بص نجد النوبل الجاز اللي قلنا عليها جروب 8 الجروب النبيلة الحلوة المشاكل ملهس لبقى كهربائي لأنها عناصر مستقرة فمن الهس لبقى كهربائي وتقف لحد مين ال F electronegativity and bond polarity نحن من قلنا ان في عند aynook bond و عند covalent bond و ان covalent bond في polar covalent bond و non polar covalent bond و قلنا عند حاجة اسمها electronegativity إذا كانت القيمة بيقولنا between the two atoms إذا لدي اتنين اتنين والdifference أنا عندي للأتم لها electronegativity والأتم تانية لها electronegativity إذا كان الفرق بين two electronegativity أقل من 1.7 يعني أقل من 1 من 10 و 7 من 10 يبقى في الحل إيه no electron stolen يعني مش هيقدر يطلع electron من يعني مش هيقدر السلبية الكهربية أو electronegativity كافية أن يطلع يستقطب electron يقول no stolen then two atoms share two electrons و يبقى في الحال دي كوف لن بو إذا كان difference أقل من 1.7 يبقى ده كوف لن بو طب هل هو بقى puller ولا مش puller احنا إذا كان difference أكبر من 0.5 لحد 1.7 يعني في الحالة ديت كافي عشان يبقى puller كوف لن بو طب إذا أقل من 0.5 في الحالة ديت طبعا هنا مثل هنا الهيدروجين والكلورين إذا قلنا هو puller كوف لن شايف هنا الفرق دي هنا 3 و 2.1 الدفرنس بين 0.9 0.9 يبقى أكثر من 0.5 في الحالة ديت puller كوف لن بو طبعا إذا كان بقى difference هنا هو less than 0.5 في الحالة non poor إذا لن أستطيع القوات متسوياتين فاكرين لما قلنا إن 2 identical atoms يعني 2 carbon أو 2 hydrogen أو 2 oxygen في الحالة هم متطابقين في الحالة non puller كوف لن clorine و نهوة clorine و clorine electronegativity add electronegativity بالضبط في الحالة يسمون non polar covalent 1 إذا كان أكثر من 1.7 يحصل إذا كان الفرق بينهم أو difference between two electronegativity bigger than two في الحالة دي خلاص بقى مش بقى covalent خلاص هنا بقى إيه electronegativity دي كافية أنها تستطلن إلكترون تقدر تروح تجيب catcher تستقطب إلكترون في الحالة دي وفي الحالة دي بيكون ionic bond تعال نشوف السؤال مع بعض بيقول بيقول using periodic table rank رتب يعني the bonds of each set in order of decreasing يعني من الأكبر للأصغر bond length من الأصغر للأكبر وكمان decreasing من الأصغر للأكبر bond strength وقاب single bond SF SBR و SCL double bond CO single bond CO triple bond CO تعال تعال نشوف مع بعض هنا أول حاجة لو حبينا نرتب مع بعض أول حاجة نرجع للperiodic table والperiodic table التي كنا فيه علاقة bond length and bond strength يبقى عند لو خدنا أول حاجة SF SBR CL يبقى أول حاجة strength نشوف مين الأقوى فيه تعالوا نشوف السؤال مع بعض بيقول using periodic table rank the bonds رتب يعني bonds of each set لكل مجموعة من اللي جايين دول in order of decreasing bond length يعني من الأكبر للأصغر من ناحية البond length وكمان decreasing من الأصغر للأكبر من الأكبر للأصغر البون strength للست دول للأصغر من الس و الس لأصغر بي دبل بوند س و س س و تريبل بوند س فاكرين البوند length والبوند strength اللي كنا على عشرة احناهم من الجدول تعالوا نجاو كلام مع بعض يبقى أول حاجة عندي الست الأورنية هي عندي الس من ناحية الر strength ربطتها أقوى من scl ربطتها أقوى من sbr وهي أقل طب من ناحية length هيبقى طول الربط عندي sbr أطول أقل منها شوية scl أقل منها sf طب الست الثاني اللي هو في double bond والsingle bond والtrible bond من ناحية strength كنا قلنا أن triple bond تبقى أقوى أقل منها double bond أقل منها single bond ومن ناحية length بيبقى single bond هي أطول والdouble bond أقل شوية والأقصر اللي هي treble bond آخر حاجة عندي في البوند اللي هي metallic bond اللي كنا قلنا عليها metallic bond بيشابوها بالظبط بيقول electron c model وهنعرف ليه electron c model وقت المتالic bond عام متى هى double bond المتاليك bond عامتها متى متى مع متى لو بصنا للرسم اللي قدام ده يدخلنا مثلا solid متى حتة حديد كده وحتة متى صلبة ودخلنا جواها وفتحناها عبارة عن post charge متكررة وكمان negative charge متكررة وهذا اللي بيعمل لي السطح المتال الصلب جدا طب لو بصنا بيقول المتاليك bond used to describe the collective sharing of sieve valence electrons بيشبه هكذا بالبحر لانا متكررة ومتكررة ولكن الالكترون عمد تبقى حر عشان تعمل دي localized electrons بيقول متاليك bond used to describe the collective sharing of a sea of valence electrons between several positively charged metal ides conduct electricity موصلة جيدة للكهر وكمان الحرارة وكمان ميلا بول يعني سهر لنا اتنيها وطيعها زمن عايز وعشان جميع نلاقي اننا ممكن نستخدم المتاليك bond اننا نعمل اللوي لي السبائك نحض مثلا حديد على نحاس على كذا على صلبة جدا مثلا التروس مثلا نلاقي هنا في copper نسبته من 75 إلى 95 كمان 10 titanium ممكن التصاط اللي هي التفال والكلام ممكن لتعامل من نسبة الحديد ونسبة الكاربون كذا فلما بنخلط مع بعض بيطلع مثل مثل صلبة أو solid مثل عن طريق المتاليك بوت وبكذا وصلنا إلى نهاية شابتة 9 أتمنى أنتم تكونوا فهمتوا معايا والسلام عليكم ورحمة الله